هذا مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لتجميع بلازمة الدم وهو واحد من بين ستة مراكز أطلقت في إطار المشروع القومي لتجميع البلازمة تحت شعار العلاق جواك وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة طبعا إحنا التبرع في العموم شيء مفيد جدا للمتبرع وللمجتمع طبعا والمرضى تبرع الدم بيبقى فيه رايح لمرضى يعني معينين وبرضو تبرع البلازمة رايح لناس تاني التبرع الدم بيكون كل ثلاث شهور للرجال وأربع شهور للسيدات بالنسبة للبلازمة إحنا هنا بنابرع كل أسبوعين تبدأ إجراءات التبرع باستقبال أحد أعضاء فريق التواصل المجتمعي للمتبرع لتقديم الدعم التوعوي والإجابة على كافة الاستفسارات لبناء الثقة والأمان بين المركز والمتبرع ثم ينتقل المتبرع إلى غرفة للكشف للتعرف على التاريخ المرضي له مع إجراء بعض القياسات والفحوصات مثل الطول والوزن والضغط والسكر ونسبة الهيموجلوبين وغيرها مع دخولي متبرع بنسله لدركة الحرارة في الأول متأكد أنه بيطبق الإجراءات الاحترازية عشان فيروس كورونا وبعد كده بيدخل يسجل بياناته بالبطاقات الرقم القومي ضروري وسعيد طبيب يحل هو أسئلة الكوشنير أسئلة بتطمئ بيها عن كل حاجة بتهمنك في التبرع وفي الوقت ده بيكون التسجيل عندنا بيتأكد أن الرقم القومي ده ما عندهش أي حاجة متسجلة في 100 مليون ساحة أو أي هستر يعني لأي أمراض قديمة يعني عنده تمنع من التبرع بس بعد كده بيخلص الإجابات بتاعته بيتجه للدكتور متخصص بيعمل كشف التب يشامل لو لايق للتبرع بيدخل يتبرع بالبلازما تبقى كل حاجة بتبقى معيير القومية والعالمية لتبدأ هنا المرحلة الأهم التي تستغرق حوالي 40 دقيقة في المتوسط يتم فيها سحب وفصل البلازما السائلة عن الدم ليعيد الجهاز بقية مكونات الدم الأخرى إلى المريض ذاته جيت هنا أول مرة لقيت استقبال كويس متابعة كويسة من الدكاترة كنت مبسوط قوي لما جيت وكنت عايزة أعرف المعلومات عشان أتبرع فكانت عرفت التبرع كويس قوي لأمرات كتير وأطفال كتير محتاجين العلاج دوت وإحنا الحمد لله ربنا مدينا الصحة وكنت مبسوط قوي لأن أتبرعت بلازما الدم تدخل في علاج الكثير من الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة والمشروع القومي الذي يهدف إلى توطين صناعتها وفر على الدولة المصرية ملايين الدولارات كانت تنفقها سنوياً لاسترادها كما وفر على المرضى عبءاً صحياً ومادياً وأعاد للكثيرين منهم الأمل